ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض حلقتنا الحلوة الجميلة ومعينا الدكتور عبدالله الهادي دكتور صيدالي وهقولينا النهاردة على عروض حلوة قوي ازاي نخص بصحة كويسة اهلا بك يا دكتور نوارتني صباح السعادة يا شيف ربنا نخليك النهاردة عاملين مكرونة بشاميل اللي بقى ولبن كتير وكريمة كتير وزبدة كتير فجايبين بقى حديدك النهاردة تقولين عنعمل ايه بقى في اللي احنا بنكله نحل المعادلة دي كلها وبدون دهن زيادة ودايما نشف عزة متقلقة كالعادة ربنا يخليك تسلم دايما بقول احنا ليه بنزيد في الوزن طبعا الجسم بتوع علم النفس بيقولنا كده ان هو بيطلع حاجة اسمها حيال دفاعية بيحاول يظهر لك ان الاسوأ ما فيك هو احسن حاجة عشان تترضى وتعيش وتتماشى مع الموقف طبعا عمر ده ما يكون احسن حاجة وانت في اسوأ حالتك الصحية واسوأ حالتك النفسية صح طبيعي جدا ان مع السمدة ومع الحملة على المفاصل والحال النفسية والتنمر والحاجات كتير جدا والمخاطر اللي احنا كلنا تكلمنا عنها ياما خلاص اصبحت معروفة لكل الناس عشان كده دايما يا شيف انا لازم ادعم بكورسات خارجية كورسات امنة مضمونة فعالة نقدر حرفيا نفيد ونوصل لكل الناس يمكن بقى النهاردة معنا مفاجأة معنا كورس البلوك او ايه ده بقى كورس البلوك ايه ده بقى طبعا وسعت منك خالص الشهية واتفتحت على الاخر ومعانتش قادر تلمها جاييني النهاردة عشان نقدر نلم بقى والاكلات الجميلة اللي حاك قلتيها البشاميل والزيوت والدهون والروايح الجميلة او 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 ايه ده بقى او او ايه ده بقى عشان نقدر نقاوم كل ده يبقى لازم استخدم او ااخد كورس البلوك اللي حرفيا هيقفل للشهية ولكن بطريقة طبيعية بطريقة امنة بطريقة احترافية يعني ايه طريقة احترافية يعني انا اقدر اجرب كل حاجة واخد لقيمات زي ما بنقول كده البنزين الوقود اللي يمشي ويحرك الجسم معايا اخد معادن وبيتامينات على قد المطلوب المطلوب طيب مين يقدر يحقق لي المعادلة دي كورس البلوك اللي عبارة عن كومبيلة الياف الكابسولة الصغيرة دكتور معلش انا اسفها اطعك يعني ايه كورس البلوك تمام يعني ايه زمته بلوك لانه حرفيا بيعمل بلوك للشاهية بطريقة احترافية او يعني بيقفل الشاهية تماما بالزبط بس ما يسدش النفس او ان هو ايه يقفل الشاهية ان انا اقدر اتحكم بدل ما باكل واحد صحيح اكل ربع او يعني انا ممكن انا شام الريحة دي دلوقتي نفسي مفتوحة دكتورة مش قادر اقوم او مش قادر اقوم ان انا ما كورس هنا بقى لازم كورس البلوك عشان يقفل الشاهية بالزبط طبعا هنا النقطة مهمة قوي ان هو بيقفل الشاهية اذا ما اتفعله بطريقة احترافية ان انا اجرب كل حاجة واخد كمية قليلة طبعا مش قادر اتحكم غير عن طريق كورس البلوك مش بس كده كمان ده عليه كورس تاني او بوكس تاني مجانا بوكس الريشيب اللي بيزبط وينصق وينحت ليا شكل الجسم وكمان معاه كورس المحرقة اللي هيزود ليا حرق الجسم اضعاف عليهم اربع هدايا والاول مرة هدايا متميزة يا شيف عزة النهاردة عندنا أمبلتين الحرق والاول مرة ننزل بأمبلات الحرق اللي فيها عنصرين مش موجودين في اي مكان حرفيا غير عندنا بس اللي كارنتين والأرجنين اللي موجودين في الأمبلات اللي كارنتين والأرجنين اللي يزودوا لي معدلات الحرق أضعاف كمان عليهم علبتين كريم الانتيسوليوليت اللي يزبطلي وينصقلي شكل الجسم حلو ده ناخد بقى كورس البلوك ازاي نتحكم في معدلات الشهية دايماً بقول إن رقم واحد أو ترجيتي لازم أقلل الشهية ليه؟ عشان إحنا بطبيعتنا شعب عاطفي يحزن يديها يفرح يديها بمناسبة يعني اديقنا ونفسيتنا مش لطيفة بنأكل تمام مبسطين وعندنا فرح والدنيا لطيفة برضو بنأكل إحنا عايز أقول لك يا شيف إحنا بنخترق مناسبات بدون مناسبات عشان نأكل عشان نأكل صحيح بنربط أي حاجة بالأكل عشان كده ودايماً نتعودنا وكبرنا حجم الماء ده فأنا ترجيتي النهاردة مش بس إن أنا أقلل الشهية ده ترجيتي كمان بفضل الله من أول يوم إن أصغر حجم المعدة كمان من أول أسبوع بفضل الله هتحس بفرق في الشهية وكمان في اللبس دي نقطة تهمني أكتر من الميزان نفسيتنا مهمة جداً طبعاً في الحتة دي بزبط ليه بقى؟ لأن أنا بمقياس مقاس اللبس بتاعي ألا إيه بينزل معايا؟ أولاً نفسي يا زرحك قلت ثانياً الصحة معايا بتتحسن ثالثاً أنا كده بنزل دهون يا جماعة ودي حاجة مهمة قوي أنا بنزلش قطلة عضلية أو ماية بس أنا بنزلك من الدهون طيب الألياف اللي احنا عملناها ميكس وحطناها في كابسولة اللي تزبط معدل الشهية وتقلل ليه هرمون الجوع عشان ما حسش بالجوع لفترة طويلة وتزود لي مستوى هرمون الشبع هرمون الليبتي لفترة طويلة دي حاجة اسمها جلوكوماناً ألياف وخلينا فاكرين دايماً يا جماعة كل ما تشرب مية أكتر مع كابسولة البلوك بتاعت الشهية كل ما تنفش في المعدة أكتر وتقعد فترة طويلة من المميزات الألياف دي يا شيف إن هي ما بتتكسرش بسهولة ولا بتهضم بعد فترة قليلة بتقعد في الجسم أربع ساعات من أربع لست ساعات يعني إحنا يا دكتور بناخد كم مرة الكابسولة دي في اليوم يعني حدثك بتقول من أربع لخمس ساعات تمام إحنا عندنا أكتر من بوكس إذا ما اتفقنا بوكس البلوك عبارة عن كابسولات نقاط عشاب كده الكابسولات نقاط تلات حاجات تلات مكونات كل حاجة ليها دور معين في الجسم هنتكلم عنها تمام الكورس المجاني الثاني بتاع الرشيب وي زيادة الحر برضو كابسولات نقاط عشاب ولكن كابسولات مختلفة عن الكابسولات الموجودة في البوكس الأول مع الأربع هدايا وإحنا عندنا كده البوكس عشر حاجات تمام كده اتفقنا أن نترجتي اللازم أقلل الشهية أقل الهرمون الجوع وزوي الهرمون الشبع تمام كده ده بالنسبة للكابسول ده أول حاجة الكابسول هو اللي بيعمل كده بيحسسني بالشبع لفترة طويلة وإن أنا مش قادرة أكل لفترة طويلة ممكن أكل بس بكميات قليلة تمام هنا بقى نقطة مهمة قوي هنا أنا بعد ما قعدت أربع ساعات أو سبت ساعات بدون أكل الجسم عايز طاقة هل أنا يا دكتور هيجيلي دوخة؟ هيجيلي صدعوة ما أنا مش لقي وقود هنا بقى أنا بدخل الجسم اضطراريا في حاجة اسمها مرحلة الكيتوزيس إن أنا حولت إنه ياخد الطاقة بدل ما كان بياخدها من السكريات هياخدها منين؟ تعال يا ابن عايز طاقة هاتها من الدهون المتخزنة هات بقى المتخزن عندك القديم اللي بقى له سنين ترقومات السنين يبتدي الجسم يكسرها وياخد منها الطاقة يبقى أنا حولت الجسم من السكريات إنه ياخدوا الطاقة من الدهون وبالتالي دايما الناس اللي كان بيتيجي في مخيلتها لأبينها جدا إن إحنا نشتغل على المخ لا يا جماعة ما فيش الكلام ده خالص الموضوع ما لهش علاقة ده خالص تمام كمان مش بس كده ما فيش أي أثار جانبية لأن انت كده حتى كمان أنا سبتلك ربع تاخد الوجبات اللي انت عايزها بكلية أو ليير اللي جسمك محتاجها بالضبط بدون تخزين وحتى كمان القديم أنا أجبرت الجسم منه يكسر وياخد منه طاقة فانت حاسس بحالة نفسية كويسة قايم راضي مبسوط مفيش أي اكتئاب مفيش أي أثار جانبية أو صدع تمام كده ده البوكس رقم واحد رقم اتنين البوكس المجاني اللي فيه كابسولات مختلفة والأول مرة برضو بنتكلم عنها البوكس النهاردة جماعة بوكس فرصة مميزة بوكس الحر دايما البوكس رقم اتنين أنا بتكلم عن معدلات الحر ليه؟ دايما مرض الحر اللي هو النقط يا دكتور اللي هو النقط صح؟ البوكس رقم اتنين كابسولات مقاط أعشاب كابسولات تزود معدلات الحر والنقط كمان تشتغلي على الدهون المتخزنة والأعشاب يا شيف عزة بتخلصني من الكبد الدهني وبتخلص السموم اللي موجودة في الجسم التراكمات حلو ده عشان الأعضاء تقدر تشتغل تاني دايما البوكسات هي حاجة سلسلة متركتبة على بعضها كله بيساعد بعضه لازم كلهم مع بعضيهم عشان كده دايما بقول لما تتابع مع الفريق الطبي لازم تقوله حالتك بالظبط عشان هو الوحيد اللي يقدر رشح لك أقوى كرسة حرفية يتماشى مع حالتك بدون أثار جانبية طب يا دكتور بيتصلوا بيه كتير وبعتولي على الصفحة طب إحنا لو عندنا أمراض مزمنة حلو قوي هناخد نفس الكرسي ده ويبقى لنا كرسي تاني تمام معنا الصفحة على الشاشة هو اللي عايزة تواصل معاهم من خلال الصفحة وأرقام التلفونات معاكم على الشاشة هو تقدروا تاخدوها سكينشوت طبعا نشوف النقطة في الصفحة مهمة جدا أولا العرض النهاردة يعتبر خصم سبعين في المية لأننا جايب بوكس مش خمسين زي ما احنا متعاودين النهاردة سبعين في المية يا جماعة تمام بوكس عليه بوكس تاني مجانا عليه أربع هدايا زي ما اتفقنا وابدع عن عشر حاجات بوكس توب تن حلو قوي طيب النقطة اللي حاجة قلتيها دايما الناس بتكلم أن لها الأمراض المزمنة ينفع ولا ما ينفعش أنا ما جيب حاجة مضمونة وفعالة ومرخصة أقدر أستخدمها بأمان لأولادنا من أول سن 16 سنة وعلى أبأنا وأهلينا اللي عندهم مرضى ضغط أو سكر أو أي مشاكل طبعا البوكس كله مرخص وزارة صحة وعبارة عن مكملات غذائية أعشاب فعالة ومضمونة فنقدر نستخدمه ولكن كرس الضغط غير كرس السكر غير كرس الكرس فهو ده يا دكتور أنا عايز أقوله إن احنا بيقى فيه فريق طب بنتابع معاه بنقدر من خلاله إن احنا نعرف إيه الكرس المناسب بالنسبة لنا اللي أقدر أليه اللي عنده سكر اللي عنده ضغط الكلام ده كله بياخد الكرس المناسب ليه مش أي حاجة وخلاص مش هتصل أنا وصحبتي وأجيبه خلاص لا لازم يبقى فيه فريق طبي بنتابع معاه وهو اللي يقولينا إيه المناسب بالنسبة ميزة الفريق طبي التانية يا شك عزة إن أنا دلوقتي مثلا أنا عايز 15 كيلو أنا عندي الفوكس الواحد بفضل الله أقدر أنزل من 12 ل 15 كيلو في الشهر وممكن مع بعض الحالات بنوصل 17 كيلو طبعا تختلف من الرجال عن السيدات الرجال عندهم ميزة طبعا ربنا ميزهم بيها أول ما يقفل بقه جسمه بينزل يعني يا دكتور بقى الكلام ده لأ عشان معدل الحرق والكتلة العضلية طبعا دي حاجة من عد ربنا بلاش تدخل فيها يعني إحنا كستات مثلا بناكل كتير شوية لأ هو عشان الكتلة العضلية بتحتياج سعرات أكتر بتاح طب يا دكتور احنا معنا في تلفون ونقول ألو يا أستاذ محسن ألو ألو أهلا بحضرتك اتفضل أهلا بحضرتك يا فندي ممكن أكلم دكتور عبدالله أه اتفضل طبعا معيك اتفضل تمام ازاي حضرتك يا دكتور أستاذ محسن صواحي السعادة طبعا تقول يا فندي حضرتك أنا وزني 150 تمام ونفت خسطة وصوّق وصوّق 150 معاك اتفضل تمام وصوّق بس والطارة بعد إزنا عليك وتخبط في كرشي معلش تاني الطارة تخبط في كرشي اه انت طبيعية عملك سوّق اه سوّق طيب ربنا يسر طريقك يا حبيب ان شاء الله يا رب تمام طيب طولك قد ايه يا أستاذ محسن نعم طولك قد ايه لا اه مصير يعني مش تمام طيب احنا أكتر حاجة عندنا ايه عندنا شراهة للأكل ما ندارش نتحكم ولا بطبيعية عملنا عشان قاعدين فالحرق ببا ضعيف عندنا شوية لا عشان انا الحرق عندي ضعيف الحرق ضعيف من القاعدة ايه من القاعدة والسوّق تمام قاعدة بالسمرار طيب في لقد قدر الله ايه أمراض مزمنة بنشتكي منها لا ضغط بس وسكر كل الصحة ليك اه ضغط بسكر بس ضغط بسكر اه بسبب الكرش طيب تمام طيب تمام معنس محسن تقدر توصل للحال ان شاء الله ان شاء الله تمام شكرا لك يا أستاذ محسن شكرا لك طبعا دي حالة برضو اه نتكلم عن معدلات الحرق هو واضح انه نفسيا هو مش مظبوط اكتر طبعا اه يعني الموضوع مؤثر عليه نفسيا يعني عايز اقولك يا شيف ان انا كانت في دراسة معمولة بتقول فاكت بتقول لو انا قدرت انزل عشرة في المية من الوزن الزايد بتاعي من الأوفرويت اه انا قدرت اعمل خمسين في المية بروتيكشن للجسم والامراض المزمنة اه بمعنى ايه انا زايد وليكن اربعين كيلو اه نزلت فقط اربع كيلو اه انا عملت حماية للجسم ووقاية من الأمراض المزمنة اه بنسبة خمسين في المية من عشرة في المية نزول بس ما بالك بقى النهاردة انا جايب لك انزل لك خمستاشر كيلو في الشهر الواحد عن طريق الكرس الاول لا وعليه خصم سبعين في المية تمام يعني حاجة حلوة جدا وعليه اربع هدايا وعليه اربع هدايا مش بس كده لو انا عايز انزل تلاتين كيلو عن طريق الكرس رقم اثنين او لو انا عايز انحط ونصق شكل الجسم بالامبولات الحارقة او طب انا بعد ما خلصت اتبقى عندي حتة صغيرة كده في البطن حتة في الدراع حتة في الارداف عايز ازبطها او عن طريق الكريم بتاع السريتش مارك بالنسبة للأستاذ محسن اللي كان موجود معنا طبعا نقدر نتواصل الكرس بتاع النهاردة متفصل على حضرتك حرفيا نقدر عن طريق الكرس الموجود كرس البلوك طبعا هو مشكلته في انعدام معدلات الحارق دي لازم رقم واحد اقفل الشهية بالكرس البلوك رقم واحد بعد كده انزل عليها بالكرس رقم اثنين اللي هيزود لي معدلات الحارق وبعض والميزة كمان بقى وانا في مكاني هنا الحالة اللي زي الاستاذ محسن اشيف انا ما اقدرش هلزمه برياضة لانه اصلا هو اوفروي التخين النقطة التانية طبيعية عمله ما عندوش وقت يعمل رياضة فده لازم كرس مدعم بادوات خارجية الكرس رقم اثنين بتاع ريشيب والمحرقة حرفيا بتاعت الجسم بعد كده ابتدي اكمل معاه بالامبولات الحارقة اللي فيها واتفقنا عنصرين مميزين اول مرة ننزل بهم ال ال كرنتين وال ال ارجنين حلو اقول يا دكتور يعني برضو عايز اقول حاجة ان الدكتور اقول شرح لنا حالة استاذ محسن اللي هو محتاج ايه فده يثبت لنا ان احنا محتاجين ان احنا نتابع مع الفريق التبي عشان يعرف حالتنا بالتفاصيل زي ما استاذ محسن قالها للدكتور فمن خلالها نقدر نعرف ايه المناسب بالنسبة لنا هل الكرس الاولاني او التاني كريم الحر الكلام ده كله التفاصيل دي كلها بتبقى معاه ومينيك حلو اول نقطة دي حلو اول نقطة دي حرفيا افرد انا عايز 15 كيلو بس ترجتي انا عايز 15 كيلو عندي زيادة عايز انزلهم او عايز اكمل عن طريق البوكس رقم اثنين اوصل ل30 كيلو او اكتر من 30 كيلو او عايز اثبت ودايما بقول النقطة الاصعب ليس من الصعب الوصول الى القمة سهلة جدا انك توصل ولكن صعب انك تحافظ عليها اللي هو تثبيت الوزن ودي دايما بتعمل صداع لمعظم الناس النهاردة عن طريق المتابعة اللي حكيت كلمت عنها شيف عزة اقدر ارشح الكرسي الامثل اللي متفصل على حالتي وكمان اسبت بعد فترة ومرجعش يحصلي زيادة ارتدادية وده نقطة مهمة قوي مين يقدر يساعدك في النقطة دي؟ فريقك الطبي لما تتواصل معاك ودايما بقول يا جماعة الفريق الطبي ده كثرة متخصصين على اعلى مستوى يقدروا يتواصلوا معاك ودايما بقول ممكن تكون معلومة بالنسبة لك انت بسيطة بالنسبة لهم مهمة جدا وانا لما بتناقش مع الحالة على الهواء مش هقدر اخد كل الاداتة بتاعته فلازم تتواصل تاني مع الفريق الطبي تقدر تستفاد بالعرض وتقدر تشرح حالتك في حرية تامة طب يا دكتور معنا حالات قبل وبعد نشوفها مع بعض تمام اهو دي اول حالة تمام طبعا دايما الحالات المرجعية يا شف عزة انا دايما بقول كرس مرخص كرس آمن حل بديل يا جماعة عشان ما نجربش كتير دايما بقول نقطة تجربة انا ضدها لان انت جسمك مش حقل ولا فرط تجرب انا عايز قدامي النهاردة حل بديل وحل آمن وحل مضمون يستخدمه اي حد بصحة وبسعادة ونزول في الوزن التارجت اللي انت عايزه وكمان تسبت هنا طبعا نزلنا فوق 30 كيلو ولسه بفضل اللي مسبتين كان لازم في البداية رقم واحد ان انا اقفل الشهية اشوف عزة داي رقم واحد تارجتي واقلل حجم المعدة بطريقة افتراضية عن طريق الكتلة الجيلاتينية اللي تكونت جوه المعدة بعد كده انا عندي اوفر ويت هنا فوق 35 كيلو لسه التارجت بتاعنا لازم اكمل بالكرس الحارف رقم اتنين وبعد كده اعمل رشيب ونحت وتنسيق القوام بالانبولات الحارقة نفس الكلام في العنصر الزكوري طبعا دايما معروف ومعانا صورة تانية يا دكتور او ده فرق كبير ما شاء الله طبعا دايما العنصر الزكوري بقى بيبقى معدل الحارقة اسرع شوية اذا ما اتفقنا عشان الكتلة العضلية فقدرنا بفضل الله 15 كيلو نزول في الشهر الواحد وطبعا فرق كبير جدا اللي انا بتكلم دايما عنه ان هنا نحت الحالة تقريبا واقفة صلبة حلها مفيش ضعف مفيش هزلان مفيش خمول وده فرق بين وبين العمليات الجراحية اللي بتحس بعدها ان انت جسمك بينزل نزول غير طبيعي وغير امن طبعا الناحت وتنسيق شكل الجسم عن طريق الامبولات الحارقة فرق كبير جدا بفضل الله حلو جدا يا دكتور وانا شايف الحالات فعلا في فرق كبير قوي ما بين قبل وبعد فيعني في فرق ما شاء الله ده طبعا ده طبعا لازم لا تمام طب يا دكتور بقى انا عايزاك تقول لنا كده تاني الكورس بتاعنا ايه بتفاصيله وايه العروض اللي عليه وايه الخصومات اللي عليه لان احنا كلنا بنحب الحالة اهم حاجة الهداء والخصومات واهم حاجة بقى يا دكتور قبل ما نقول تاني الكورس عايزين نعرف الشحن مجانا طبعا متابعة مجانية مع دكتور التخزية علاجية على اعلى مستوى تقدر تشرح كل حالتك بالتفصيل تاخد الكورس الامثل اللي يجيب نتيجة فعالة مضمونة بصحة وسعادة بدون اثار جانبية وتقدر الحل الامثل والترجل بتاعك توصله بفضل الله كورس النهاردة كورس البلوك اول مرة نتكلم عنه عليه عرض مميز جدا عليه بوكس تاني مجانا ليه الرشيب ونحت وتنسيق القوام بدون زيادة ارتدادية بدون اي اثار جانبية عليه اربع هدايا مميزة لما تتواصل مع الفريق الطبي هيعرفك انك تستخدم الكريم من نحات الانتي سلوليت انتي ستريتش مارك من اول يوم بفضل الله عشان دايما يا شيف عزة نزولنا فوق 30 كيلو طبعا اكيد هيأثر ليه على البشرة فمن اول يوم متابعة الفريق هيعرفك تستخدم الكريم من نحات ازاي وعليه كمان امبولتين الحرق الالي كريتين والالي ارجينين اللي عارفين اماكن تخزين الدهون ياخد الدهون البيضة يحاولها الدهون بنية عشان تديني طاقة عليه خاصة 70% نقدر نتواصل النهاردة ونستفاد بالعرض يعني ما فيش اكتر من كده خصومات 70% بقالنا كام يوم بنقول 50% النهاردة 70% معانا الصفحة على الشاشة ومعانا الارقام التواصل نقدر ناخد زي ما قولنا سكرين شوت بالصفحة ونقدر ناخد الارقام الارتسل فورا دلوقتي عشان تلحقوا العرض الجامد جدا ده وزي ما قولنا ان احنا الفريق التبي نص يعني نص علاجك انت بتاخد الكورس لو انت مش معاك فريق تبي كويس متابع معاك من اول لحظة مش هتوصل للي انت عايزه لان انت لازم تتابع وتبقى عارف حالتك الصحية ايه الدكتور اللي بتابع معاك عشان يديك الحاجة المناسبة بالنسبة لك كده دكتور يعني انا شايفة ان انت قلت كل حاجة حلوة النهاردة كورس البلوك اتشرفت بيك النهاردة دكتور عبدالله متشكرة لك جدا كنت منورني النهاردة قلت لنا حاجات حلوة كتير ونهاردة عملنا مع بعض حلقة الماكرونة البشاميل او وصفات الماكرونة البشاميل اللي بقى والكورسة البشاميل والحاجات الحلوة دي وبعدها نقدر ناخد بقى الكورس ده سريعا نطلبه عشان ننزل كل الدول اللي احنا بعد ما انا بقى بوضع الدكتور بقى بيعدلها واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله استنوني والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة